لا ملاحظات بريطانية على مطار شرم الشيخ فقد تفقد وفد بريطاني تابع لسلطة الطيران البريطانية مطار شرم الشيخ الدولية استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية خلال الشهر الجاري وتابع الوفد بريطاني كافة الإجراءات الأمنية بالمطار مشيداً بالإجراءات الأمنية وبعمليات التحديث معرباً عن سعادته بفاعدية النظام والتطور في الأداء داخل المطار ولم يقم بإبداء أي ملاحظات عقب انتهاء الجولة التفقدية بالمطار هذا وتصل أول رحلة بريطانية من لندن إلى مدينة شرم الشيخ وعلى متنها 168 راكباً خلال الشهر الجاري ومن المقرر أن يستمر التشغيل بوقع رحلة إسبوعية حتى شهر مارس المقبل وسوف تقوم شركات طيران أخرى بتنظيم رحلات من هناك